اشتركوا في القناة القادمة الزمالك في الصدارة بيراميز في الترتيب في المركز الثاني ثم الأهل في المركز الثاني ولكن للأهل مباراتين مؤجلتين مباراة مع المؤولين العرب إن شاء الله هتتلعب يوم تلاتين سبعة ومباراة أخرى مع الإسماعيل هتتلعب في الأول من شهر أغسطس المقبل وبالتالي مباراة بقرة مباراة مهمة جدا لا بديل عن السلاسة نقاط من أجل الاستمرار في المنافسة على صدارة الدورة تفاصيل كتير هنتكلم عليها بخصوص المنافسة والمشوار اللي جاي بالنسبة للنادي الأهلي وأهم التحديات اللي بيواجهها الأهلي خلال الفترة القاضبة لكن أبدأ حلقتي النهاردة بسؤال حلقة اليوم وسؤال حلقة النهاردة عايز كل الجمهور يشارك معنا في الإجابة عليه وهو متعلق بأفضل تشكيل ممكن يلعب بالأهلي في مباراة المقصة غدا في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من آراء ومشاركات حضرتكم لكن بسرعة نروح لأهم العنوين في ترند الأهلي سوارش يستعين بالشباب بسبب قصرة الغيابات وفي الترند المحلي عبد الفتاح لا أمانع من تواجد خبير أجنبي في لجنة الحكام وفي الترند العالمي تشافي عودة ميسل بارشلونة في الوقت الحالي مستحيلة استعرض مباريات اليوم النهاردة انطلاق مباريات الجولة 27 من مباريات الدور العام والساعة 6.5 أولى المباريات المصري هيستضيف إسترن كامباني على ملعب برج العرب الأسكندرية وفي نفس التوقيت أيضا على ملعب المحلة غزل المحلة هيستضيف السيراميكا كيليو بطرة وفي الساعة التاسعة من مساء اليوم الاتحاد السكندري هيستضيف إمبي في ختام مباريات اليوم والنهاردة نقدر نقول دي أول جولة من مباريات الأسبوع السبع وعشرين ولسه في استكمال المباريات غدا وبعد غدا كل التوفية رب للفرق ونشوف مباريات مهمة وحماسية في الفترة الحالية في ظل اقتراب بالتأكيد المسابقة من نهايتها خلاص بنقترب من حوالي شهر واسبوع على نهاية المسابقة اللي بالتأكيد انطلقت منذ حوالي أكتر من تسعة أشهر لكن إن شاء الله يكون كل التوفية للفرق في الفترة القادمة يكون التوفية كمال للأهلي في ختام هذه المنافسة ويتوج بإذن الله بطلة للدور العام في ظل الصعوبات اللي بيواجهها منذ بداية هذا المسيب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لأبرز فقراتنا فقرات تريند التريند وأبرز الأخبار والكواليس والمعلومات اللي بنقولها في الفقرة التالية ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد وفقرات تريند التريند عندي تلات محاور مهمة جدا في هذه الفقرة أول جزئية وإحنا بنتعامل مع المنافسة اللي بنلعب فيها خلال الفترة الحالية هو منافسة محلية مباراة الدوري ومباراة الكأس الموسم اللي إحنا بنلعب فيه دلوقتي بعد خلاص ختم مسابقة كأس مصر الموسم الماضي والفرقة كلها اضطرت أنها تكمل المسابقة رغم أن كان التوقيت صعب جدا وعايزيننا خلص الدوري وغيرنا موعيد القيد لكن ما علينا اتلعبت المسابقة وخلصت وانتهت وهنكمل المسابقة الحالية لسه في شهر تسعة اللي جاي لكن يبقى السؤال هي الضغوط هتبقى على مين في الفترة اللي جاية لن نتكلم النهاردة بداية مباراة الجولة السبعة وعشرين يعني نتكلم ما يقرب من حوالي من سبع إلى تمن مباراة لباقي الفرق وعشر مباراة متبقية للنادي الآلي هنا الضغوط هتكون على مين أنا مش بتكلم على الضغوط اللي هو ضغط المباراة لا من بطل آخر نسخة الفريق المنافس فبالتالي لو خسر الدوري هيكون فقد اللقب اللي هو كان بيسعى للحفاظ عليه والتقرار الانتصار واني حقق لقب الدولي للعام التاني على التوالي وبالتالي هو عايز يعمل أرقام قياسية عشان يقدر يقرب شوية من أرقامك هالسنة واحدة بتفوز بيها لمرة واثنين والثلاثة والخمسة والست سنين متتالية ولما بتفقد اللقب بتفقده سنة لكن بترجع بتنتصر بخمس ست سنوات متتالية فبالتالي الضغط في الأساس على الفريق المنافس إنه هو بيحاول قدر الإمكان يفوز بالدوري بعد ما فاس به السنة اللي فاتت في ظل إنه هو خلال السنوات الأخيرة ما بيقدرش يحقق اللقب مرتين وراء بعض إلا كل مثلا 20 سنة أو كل 15 سنة فهنا الضغوط هو عليه أكتر أنا ممكن تكون الضغوط عليه لأن أنا اسم كبير ما يفعش أخسر دوري ولو خسرت دوري سنة ما أخسرهش تاني لكن في نفس الوقت بلعب على الظروف المحيطة حوالي عشان أقدر قدر الإمكان أنافس وأقدر أكون موجود في المنافسة لغاية الإسبوع الأخير ولسه أنا موجود في المنافسة لكن الضغوط كلها على الفريق اللي هو حامل اللقب يعني أنا أتمنى إن الجمهور في المرحلة القادمة يتعامل بإطار نفسي شوية اوعى تصدر ضغط على فرقتك وانت داخل على مراحل حاسمة كان دايما مستر مانو الجزيل لما بيخش في المراحل الحاسمة دي يقول إن الضغوط كلها على المنافس مين أبرز لعيف في المنافس؟ صين صاد عين ده لو ما بيلعبش أو لو تمسك مش هتلاقي كورة مع الفريق المنافس هي دي المرحلة المهمة إن الكل لازم يتكاتف ويتعامل نفسين كويس قوي مع المرحلة الجاية لأن كل المنافسين بيتعاملوا معاك مش فنيا بيتعاملوا معاك نفسيا إزاي يصدر لك ضغوط؟ وده على فكرة عرف موجود في الكورة وإطار مشروع موجود في الكورة لكن أنا بخبراتي في المجال ده ومن سنين شغلي في المجال ده سواء في الصحافة أو في الإعلام أنا شافت ضغوط كلها على المنافس مش المنافس الأول ولا المنافس الوحده لا ده المنافس الأول والتاني المنافس التاني صرف مليارات ومحققش بطولة الدورة المنافس الأول ظروف كتيرة جداً بتساعدوا وفي نفس الوقت لسه مش قادر يحسن بطولة الدوري وأنا فاز بدوري أبطال إفريقيا آخر سنتين فاز بالسوبر بلعب كاس عالم عند لعيبة استهلكت ولعبت مطشط كتير لكن مع ذلك أنا في المنافسة يعني بيواجهني ظروف تحكمية صعبة جداً في المباراة ومع ذلك أنا في المنافسة كل ده لازم تتصدر ضغط للفري المنافس مش علي أنا لأن المنافس رغم كل الظروف دي مش قادر يحسن الدوري حتى من الإسبوع الخامسة وعشرين لغاية الإسبوع الأخير أو لغاية الإسبوع السبعة وعشرين هو مش ضامن هو بطل الدوري ولا مش بطل الدوري وبالتالي الضغوط كلها والله أنا شايف على المنافس مش عليك أنت مش على الأهلي ولا على جمهور الأهلي انت فاز ببطلات إفريقية هو ليه السنين الأخيرة الناس شايفة أن الأهلي بيعاني كتير جداً في المسابقة المحلية رغم أنه بطل أفريقيا رغم أن التدرك الطبيعي لقوة المسابقات بيبدأ من أضعف مباراة مثلاً مباراة كأس مصر ثم مباراة الدوري ثم بتروح للمستوى أو الليفل الأعلى دوري أبطال إفريقيا بعد كده بتروح للمستوى الأعلى كأس العالم للأندية أنت نتائجك كلها مميزة في كأس العالم للأندية وفي دوري أبطال إفريقيا لكن على المسابقات الأضعف أو الأقل بتواجه صعوبات جزء من الصعوبات دي ممكن تجون أنت مشارك فيها ممكن ممكن بنسبة لكن النسبة الأكبر ضغط مطشط عوامل تحكمية ظروف عديدة جداً الكل بتكلم عليها خلال آخر سنتين تلاتة تحديداً في المسابقات المحلية وبالتالي رقم واحد الضغوط على المنافس مش عليك أنت أنت عندك مباراتين مؤجلتين إن شاء الله بإذن الله نكسب المقولين نكسب الإسماعيلي بيننا وبين المنافس ثلاث نقاط لو وقع مباراة واحدة في المواجهات المباشرة أنت بتتفوق عليه أنت بتتفوق في المواجهات المباشرة على المتصدر وبتتفوق في المواجهات المباشرة على الفريق اللي موجود في المركز الثاني سواء في الدور الأول أو في الدور الثاني سواء على ده أو على ده فالضغوط كلها مش على الأهلي ولا على جمهور الأهلي الضغوط كلها على المنافس بس البعض بيحاول تصور لك أو يصور لك أنه الضغوط كلها عليك لأ أنت بطل إفريقيا وبتلعب في آخر ست سنين خمس نهائيات خمس نهائيات دوري أبطال إفريقيا ولولا الظروف اللي وجهتها في بعض السنوات وكلنا عارفين اللي حصل في بعض النهائيات كنت ممكن تعمل رقم خياسي ما قدرش أي فريق حقق قبل كده رغم أنت عندك عشر ألقاب إفريقي فده جزء مهم جدا لازم نشرحه للناس لأن الناس برضو لازم تبقى عارفة المرحلة اللي أنت داخل عليها الفترة الجاية إيه الضغوط اللي بتواجهها هل ضغوط مباشرة ولا ضغوط غير مباشرة هل الضغط النفس اللي أنت بتواجهه ده طبيعي ولا أنت الناس بتحاول تصنع لك ضغط فأنت بتنساق ورهازة الضغط الضغط على الفريق المتصدر عشان يفوز بالدوري اللي ما قدرش عبر سنوات طويلة جدا يعمل أرقام أنه يفوز به سنة واثنين وثلاثة فبالتالي إن شاء الله ابتداء من مباراة المقصة غدا وعندك مباراة المقولين يوم تلاتين سبعة ساعتها إن شاء الله تكسب الست نقط هتعد الفريق اللي في المركز التاني ولسه الفريق اللي في المركز التاني هيلعب المتصدر أي نتيجة هتحصل بالنسبة للفريق اللي في المركز التاني سواء كسب أو تعادل ده يبقى في صلحك لسه في مباراة تانية الأسبوع اللي جاي كل نتاج اللي جاية أكيد هتخدم على النتاج اللي أنت هتحققها بس مهم إنك تكسب المتشاط اللي جاي طيب ده جزء اللي لازم أبدأ به المحور الأول المحور الثاني وأنا عايز أتكلم على مشوار المباراة بكرة هنلعب مع المقصة سبعة وعشرين سبعة هنلعب مع المقولين مباراة مؤجلة من الجولة الواحد وعشرين يوم السبت اللي جاي تلاتين سبعة هنلعب مع فاركو يوم تلاتة تمانية الاتحاد السكندري في اسكندرية يوم سبعة تمانية المصري في برج العرب يوم عشرة تمانية أعتقد الفري ممكن يقعد في معسكر مغلق في اسكندرية يلعب سبعة ويلعب عشرة ولكن من يوم عشرة تمانية لعشرين تمانية أنت عندك فترة فراغ الاتحاد المصري أو الربطة كانت حطة قالت أن التوقيت ده هيبقى فيه مباراة دوري التمهيدي لدوري الأبطال وكأس الكنفدرية دوري التمهيدي اترحل لشهر تسعة فالفترة دي هتبقى فاضية من عشرة تمانية لعشرين تمانية في الفترة دي متوقع أن الأهل يلعب مباراة مؤجلة مع الإسماعيلي ويلعب مباراة في كأس مصر في الموسم الحالي دوري الستاشر ففي الفترة العشر تيام دي كمان كل الفرق هتلعب مباراة واحدة إلا الأهل هيلعب مبارتين يعني حتى الأدوار التمهيدي في طورة إفريقيا لما تترحل لشهر تسعة ده ما قفتش الأهل بالعكس بدل ما الأهل يلعب مباراة زي كل الفرق هيلعب مبارتين طيب إستر نيكام بني يوم عشرين تمانية إمبيا 24 تمانية الجيش 27 تمانية وختم المباراة مع سيراميكا يوم تلاتين تمانية ده جدوى للمباراة للأهل بداء من الغد حتى نهاية الموسم يوم تلاتين أغسطس ولسه بقى مباراة الكأس سيبقى متبق فيها إن شاء الله لما نكسب دور الستاشر دور التمانية الدور قبل النهائي المباراة النهائية تلات مباراة أكيد هتلعبه في شهر تسعة قبل انطلاق الموسم الجديد في شهر أكتوبر اللي جاي وبالتالي مشوار المباراة وضغط المباراة كله في صالح المنافسين مش في صالحك لكن تقدر بالانتصارات والأرقام اللي اتحققها في الفترة اللي جاية إنك تصدر أكبر ضغط على المنافس اللي مش قادر يحقق أرقام قياسية في ظل المعاناة اللي انت بتواجهها من إصابات عديدة في الفترة الأخيرة يعني انبارح مثلا بشوف اللي بيكتب في المواقع والسوشيال ميديا اتعاملت انبارح قائمة إصابات الأهلي انت بتتكلم على فريب الكامل حداشر لاعب مصاب طاهر تمزق في الخلفية حسيني الشحات قطع كامل في غدروف الركبة بيرستاو تمزق في العضل الأمامية ولسه مش عارفين هلعب موجود بكرة ولا لا عمار حمدي وأقرم توفيق كنا عارفين كان فيه رباط صليبي لكن أقرم رجع للتدريبات دلوقتي ولسه قدامه حوالي شهر على المشاركة في المباريات وعمار لسه قدامه وقت على العودة من الإصابة الرباط الصليبي محمد شريف عمر السلية الموسم انتهى ده تمزق في الضمة والتاني شد في الخلفية كوكا كان عنده تمزق في الخلفية محمد محمود لعب الشرطان في موش الزمالك طلع عنده شد في العضلة الخلفية محمد عبد الملعم شعر بشد عضلي صلاح محصن زياد طارق برضو شد عضلي ممكن يكونوا موجودين في المباريات بكرة ولا لا لسه هنشوف النهاردة من خلال متابعتنا للتدريب كل الإصابات دي بسبب ايه؟ بسبب ان ما فيش فرقة في مصر بتلعب نائيات في البطولات الافريقية ولا بتمثل مصر زي النادي الاهلي بنشوف ده ليه؟ اني بنشوف ان القوام الاساسي لمنتخب مصر حتى خارج الاجندة الدولية من لاعبي النادي الاهلي هي كأس فيفا للعرب اللي تلعب في الضوحة معظم القوام الاساسي كان منين ما كان من لعبت الاهلي لما راحوا كأس امم افريقيا معظم القوام الاساسي منين كان من لعبت الاهلي شوفوا نتائج الاهلي قبل كأس العرب اللي تلعبت في الضوحة ولنظمها الفيفا في أول 12 كتعاملة إزاي بختام مباراة الإسماعيلي والنتاج اللي اتحققت ثم نتاج الأهلي بعد كأس العالم للأندية لأن انت لعبت سبع مباراة في الدوري لعبتك راح تلعبت كأس العرب لعبت كأس أمم إفريقيا رجعت على كأس عالم أندية النتاج كانت مميزة والأداء كانت مميزة من لعبت الأهلي وظهروا في كأس العالم للأندية وعمل مباراة كبيرة أو كسبوا الهلال السعودي بأربعة عداف مقابل لا شيء بعد كده الأداء إيه اللي حصل فيه بعد كده النتاج إيه اللي حصلت فيه لعب الآهلي دور أبطال إفريقيا وخسر بعد المباراة في دوري المجموعات وتأهل في المركز الثاني ووصل وكسب في دوري الثمانية وفي قبل النهاء ووصل لمباراة النهائية رغم كل الصعوبات دي بس بقدر يوصل لـ 30-5 لا خرج من دوري المجموعات وعنده لعيبة مميزة ولا فقط نقاط وكان بيترنح في الدوري العام ولا كل ده حصل بل بالعكس فضل بيكمل لغاية الرمك الأخير في 30-5 لكن بعد 30-5 إيه اللي حصل؟ انت وصلت خلاص بقى الأعلى مستوى بعد 30-5 اتدى الكيرفي ينزل وده نتيجة طبيعية بس لما الكيرفي ينزل لازم الناس تدرس ده محدش هيدرس لك ده ومحدش هيشرح لك ده لأن محدش هدفه ليك أنه يثبت لك اللي انت عملت نتائج كويسة لا الناس كلها عايزة توصل لك إحساس اللي انت عندك لعيبة مش على المستوى عندك أداء مش على المستوى في لعيبة مستوى هبط ما هو لازم المستوى يهبط لكن في الوقت التوقيت ده أو التوقيت ده لما المستوى يهبط لازم الناس تقف في ظهر الفرقة ولازم الناس تشد شوية كمان في نفس الوقت على اللعيبة جوة الجهاز الفن عشان المستوى يرجع زي تاني زي ما كان قبل كده ومع الإصابات اللي جات لك ابتدت الأمور دلوقتي وانت بتحضر تشكيل وطريقة لعب فكل الظروف دي كلها بقت معاكسة ليك العشر ماتشاط اللي باقية في الدوري تلعبت 24 أسبوع بقى لك عشر مباراة مش هتكلم في 30 نقطة لكن كل مباراة أكنها مباراة كوس والله العظيم بإذن الله إذا الأهل اخذ 27 نقطة من الثلاثين نقطة هيكون بطل الدوري بس نكمل الثقة والدعم للفريق ويبقى في حالة تكاتف ما بين كل المنظومة عشان نكمل الموسم ده على خير ويبقى الأهل في الموسم ده ان شاء الله قدر يحقق الدوري ويسترجع اللقب المفضل ليه وينافس لسه على الكاس لأنه السنة دي ما حرقش سفر اليدين ولا السنة اللي فاتت خرق سفر اليدين لا للسنة اللي فاتت آه خسر دوري وخسر كاس اللي لسه بيستكمل أو لسه خلصان من كام يوم بس فاس بدوري الأبطال فاس بالسوبر الإفريقي حقق ماداليا برونزية في كاس العالم الأندية فالأهلي مش الفريل اللي يخرج من أي موسم سفر اليدين يوم الأهلي بيحقق ثلاث ألقاب من خمسة بنقول لا محتاجين نعمل وقف عشان نحقق الخمسة من خمسة ده بيحصل من أول الألفية الجديدة فمحتاجين الفترة الجاية نكمل على التكاتف ده ندي دعم وثقة وأي 11 الفترة الجاية رغم الإصابات دي هنقدر إن شاء الله نكسب والروح اللي شفناه في ماتش الجونة نكمل عليها مباراة المقصة غدا على ملعب الكلية الحربية مباراة المقولينة هتبقى صعبة والمباراتين دول تحديدا قبل ختم شهر سبعة مهم جدا 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 المكسب مهم جدا قبل 31 سبعة تكون في المركز الثاني منع لأي شيء أنت ما تعرفش بكرا مين هيطلع يقول إيه أو يعمل إيه أنت 31 سبعة إن شاء الله تبقى في المركز الثاني و38 تبقى أول الدوري والفائس بيه بطولة الدوري المحور الثالث والأخير وهو متعلق بالتحكيم أنا مش خبير تحكيمي لكن برصد قصحفي أو إعلامي اللي بيتقال من خبراء التحكيم خلال السجيهات الأخيرة أو خلال المباراة الأخيرة الكل بلا استثناء أجمع على أن التحكيم في مشكلة والمشكلة الأكبر في بعض العناصر الموجودة في التحكيم يجب أن يتم استبعادها لفترة الجاية لأن الأخطاء بقت مؤسرة وتأثير الأخطاء دي على النتائج بقى واضح بشكل كبير جدا سواء في صراع القمة أو حتى في صراع الهبوط والأسامي اللي بتتكرر في الفترة الأخيرة وأنا هنا استعرضت أسماء كتيرة جدا أو مش أسماء كتيرة اسمنا أو ثلاثة استعرضتهم في الحلقات اللي فاتت وقلت الأسماء دي تحديدا بتتكرر كتير وأخطاها كتير ومع ذلك بيتم إسناد لها مباراة مهمة أبرزهم مثلا وقل الفرحان وقل الفرحان أنا في الأسبوع القبل الماضي أو قبل العيد استعرضت المباراة اللي خدها السنة دي في الدوري لقيته مثلا خد عشر مطشات أو حداشر مطش لفرقة واحدة ما بيتقررش الفرقة التانية وفي حكام دوليين ما بياخدوش الحداشر مطش يعني أنا مثلا هديك مثال محمد عادل الحكم الدولي محمد عادل والله العظيم فيه فرق ما رحلهاش السنة دي غير مطش أو مطشين دوروا وبصوا وشوفوا محمد عادل السنة دي في الدوري أدار لي مين مباراة الدوري والله هتلاقيه فيه فرق ما رحلهاش غير مطش أو مطشين بس في المقابل أنه فيه حكام مش دوليين بيتقرروا كتير جدا ولما ذكرنا الأسامة دي لأنهم في مطش الأهل والجونة وعملوا أخطاء برضو وعملوا أخطاء ولما بيغلط في غرفة الفر بتلاقيه في مطشات مهمة زي فاركو أمبي محمد سلام ميدو فوائي الفرحان محمد سلام ميدو محمود الدسوئي مصطفى عثمان مصطفى الشهدي أسماك كتير بتتقرر ومع ذلك أخطاء كتير جدا بتتقرر إبراهيم نور الدين أنا اتكلمت هنا من شهر وقلت أنا بدور في لسلة الحكام الأفرق أو حكام الدوليين من مصر أقل حكم بياخد مباراة دولية هو إبراهيم نور الدين أنا بشوف محمد عادل في مباراة كبيرة في الدوليات الإفريقية بشوف أمين عمر بشوف محمود البنة لكن إبراهيم نور الدين بلاقيه بعيد مش موجود لا على المستوى الإفريقي ولا على المستوى الدولي يوم بياخد مباراة مباراة في دور الـ 32 مباراة في دور المجموعات لكن بعد كده خلاص مش موجود حتى في قاس أم إفريقيا لما استعانوا بالتحكيم المصري خدوا خمسة ما كانش منهم إبراهيم نور الدين ومع ذلك بلاقي إبراهيم نور الدين في الدولي المصري أربع خمس ماشاك للزمالك مطشين تلاتة للأهلي بأمرت إيه ما هو برضو اللجنة لما تشتغل وتدينا تعينات أو نشوف التعينات لازم المعايير منطقية والمعايير تقلينا حتى لو شفنا خطأ في الملعب نقول ده خطأ بشري مقبول لأن الأخطاء وردة الجهاز الفني بيخطأ اللعبة بتغلط الحكم ممكن يغلط لكن الحكم اللي بيغلط بيتكافئ وبيتقرر كتير ده غلط فبالتالي مليون علامة استفهام على أداء لجنة الحكام لا تطوير ولا تعينات سليمة ولا حكم مؤهلة ولا رئيس لجنة متفرغ للجنة لسه راجع النهاردة القاهرة عشان يبدأ يشتغل الفترة الجاي بعد ما كان غايب شهر ونص راح حضر كاس أم أفريقيا للسيدات اللي هي في المستوى أقل من كاس أم أفريقيا للرجال اللي غاب عنه وما حضرهاش مليون علامة استفهام بس محدش بيحاسب ومحدش بيتكلم ومحدش بيستعرض ولا فيه اتحاد كرة بيتكلم حتى على الملف ده ويوم قاله خبير أجنبي هيجي وهيطور لا شفنا الخبير جاي أمتى ولا يشتغل أمتى والكابتن عصام نفسه مكمل رغم أنه كان قلق قبل كده مش هيكمل عن أستعرض ده النهاردة في باقي فقرات الحلقة لأنه كمان عندنا في التريند المحلي تصرحات مهمة جدا قالها الكابتن عصام صباح اليوم آخر جل الفاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل بقى فقرات برنامج التريند أعلم بحضراتكم من جديد وبالتأكيد خلاص بنتكلم النهاردة في العد التنازلي النهاردة الفريع يدخل المعسكر استعداد لمباراة المقصة المباراة بكرة تتلاعب على ملعب كلية الحربية الساعة 9 مساء بإذن الله فبالتالي فيه تفاصيل مهمة جدا ورغم ديق الوقت من المباراة لكن أكيد سوارش بيعمل استعدادات خاصة مرحلة استشفى ثم مران خفيف والدهول في معسكر مغلاء كل التفاصيل دي هنعرفها من خلال زمينا محمد توفيق اللي موجود حاليا في ملعب التتش بالجزيرة عنده كل التفاصيل وبالتأكيد زي ما احنا شايفين كل اللعيبة خلاص نزلت لأرضية الملعب وبيستعدوا للمراني الأخير قبل الدخول في معسكر مغلق توفيق مساء الخير عليك وعايز أعرف منك كل الجديد وطمنا على أخبار الفريق قبل مباراة المقصة غدا بإذن الله مساء الخير زمينا عزيزي محمد سعيد تحاتي ليكو لكل مشاهدة تريند في كل مكان زي ما انت قلت النهاردة البروفة الأخيرة أو آخر استعدادات النادي الأهلي التدريب الأخير والأساسي لمباراة المقصة بإذن الله المقرر لها غدا بإذن الله في التاسعة مساء مباراة الجولة 27 يمكن الفريق قبل ما انت تدخل معها على الهواء حالا كان فيه محضرة للجهاز الفني يمكن استمرت لأكثر من ساعة لربع كانت فيها جزء فيديو جزء نظري يتكلم عن أهم نقاط رقاة وضعف فريق المقصة وخطة اللعب إن شاء الله اللي هينفزها اللعبين في مباراة الغد بإذن الله زي ما انت شايف كلا من خلفي زميل عزيز محمد سعيد يمكن لعب الفريق بدأوا ينزلوا بالفعل لأرضية الملعب لأداء ميرانهم الأخير يمكن الفريق مبارح على طول يعني توصل استعداداته بعد مباراة الجونة والفوز فيها بعد هفين دون أرد في مباراة الجولة 26 يمكن حالة طيبة يظهر عليها معظم اللعبين إن شاء الله يعني تتم وتستكمل فيه باقي مباريات الدوري وباقي مبارات النادي الأهلي إن شاء الله نحو اللقب يمكن بس يعني أكثر ما يقرق الجهاز الفني وكمان جمالي النادي الأهلي هي قسرة الإصابات إن شاء الله ربنا نكرم جميع لعب النادي الأهلي ويكونوا في أحسن صحة ويكون لعبين المصابين كمان بإذن الله يرجعوا سريعا ويكونوا عاونة لزمالهم في استكمال بقية المشوار يمكن فيه أكثر من لعب النهاردة شريف كل دي اللعب بيتخارج يعني زي ما بيقول خارج حسابات الجهاز الفني المدة طويلة إن شاء الله يرجعوا بالسلامة ويكونوا موجودين مع الفريق في أقرب وقت باقي اللعبين العائدين من الإصابة بيكملوا ويستكملوا براميجهم التأهلية والعلاجية مع الجهاز الطبي والجهاز الفني وإن شاء الله كمان اللعبين الل créلوا زي بيرثي تاو يكونوا إن شاء الله في أقرب وقت متاحين تحت أمر الجهاز الفني الله يكونوا عاونا لبقيت زملائهم وتحقيق كل سلاسة نقاط يقدم على الفريق إن شاء الله لعودة بطولة الدورة مرة أخرى للنادي الأهل طيب توفيه عايز أسألك على بيرسي تاول ويسا ميكي سوني ممكن يكونوا موجودين في المعسكر لمطش بكرة ولا لسه نفس الأمر بالنسبة لزيادة طارئ تقولت لي عبد المنعم وصلاح إن شاء الله يكونوا جاهزين ويكونوا موجودين محمد عبد المنعم برضو بس يعني الناس كلها بتصل على بيرسي تاول ويسا ميكي سوني ممكن يلحقوا يخشوا في المباريات في الفترة الجاية في ظل عند غيابة طاهر لسه ياخد شوية وقت حسين الشحات المسلم بالنسبة له خلص محمد شريف المسلم بالنسبة له خلص كمان فيه تصعيد عدد من لعب قطاع الراشئين ولا مفيش تصعيد لسه في المرحلة الحالية أبدأ بقى من الأخل الأول كده محمد يمكن فيه عدد كبير جدا من لعب الفريق الشباب بالنادي الأهلي كانوا بيقضوا مران يعني بدني قوي جدا قبل ما يبدأ التمريل الفريق الأول فهنا في ملعب مختار التيتش يمكن زي ما قلت لك صراحة محسن محمد عبد المنة ما يبقى فيه اختبار طبي ليهم النهاردة في إمكانية لحقهم من عدم وبيب أمورات الغد بيرسي تاول ويس ميكي سوني هم جهزين من الناحية الطبية متاحين وتحت أمر الجهاز الفني في الوقت اللي هشوف ان هم قادرين من الناحية البدنية والناحية الزهنية والناحية الفنية كمان هيكونوا موجودين إن شاء الله مع زملائهم في الملعب ده يتبقى زي ما قلت لكم ومن ناحية الطبية جهزين تماما ولكن يتبقى رأي الجهاز الفني ده حق أصيل لمستر ريكاردو سوارش المدير الفني الفني النادي الأهلي في دخولهم قائمة المباراة من عدمه بقية اللاعبين طبعا زي ما أنت قلت لإصاباتهم فترات طويلة إن شاء الله يكونوا معنا في أقرب وقت وإن شاء الله اللاعبين الموجودين يكونوا يعني زي ما نقول خير بديل لهم ويكونوا عند المعاد ودائما أي لعب أو أي 11 لعب ارتدوا شرط النادي الأهلي يكونوا عند المعاد والأهلي دائما زي ما نقولها محمد بما الحضر وإن شاء الله كل الحاضرين في قائمة الأهلي في المباراة الغد أو بقية مباراة الدورة العام إن شاء الله يكونوا عند الموعل ويكون الأهلي بما الحضر وإن شاء الله يحققوا البطولة الغالية جدا على جمهور النادي الأهلي والدوري الممتاز يرجع تاني مرة ما كانوا هنا في الجزيرة يا محمد بإذن الله الزميل العزيز محمد توفيق مفد قناة الأهل في ملعب التش بالجزيرة شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والإضافات أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل مكملين بحضراتكم بها فقرات برنامج التريند أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهل في تريند الأهل هنستعرض اللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة وكان كلام مهم جدا لأن الأهل يدخل على مرحلة صعبة ما بين إصابات ومباريات وضغط مطشاط في الفترة اللي جاية أول حاجة في تريند الأهل حساب الأهرام وبوابة الأهرام على الفيسبوك قالت النسوارش يستعين بالناشئين لمواجهة الإصابات الأهل يفتقد جهود سبع لعبين وفحص طبي لعبد المنعم وصلاح محسن كلنا لسه بنتكلم في التفاصيل دي ومين مصاب ومين ممكن يرجع وطبعا شايفين عنوين الأهرام الأهل استعاد زكرة الانتصارات الأحساب الجونة وربيعة يحرز الهدف الأول للأهل لكن بوابة الأهرام اتكلمت أن السوارش قرر أو قد يكرر أو قد يكرر تصعيد أحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف وعدد آخر من اللاعبين تدريبات الفريل أول تمهيدا للاعتماد عليهم بشكل طراري في ظل الإصابات الموجودة في الفريل أول خلال الفترة الحالية ضغط مطشاط والأصعب من كده اللي انت كمان بتتوقع أن يكون فيه لك قدر الله ممكن يكون فيه إصابات تانية الفترة الجاية بسبب ضغط المباريات لأن اللاعبة دي لعبة عدد مباريات محدش لعب بنفس الكم داخل هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي والقري كورا بلس بيتكلم على اختبار رطبي بيحدد موقف سنوية الأهلي من مواجهة المقصة في الدوري السنوية هم صلاح محصم ومحمد عبد المنعم ومنذ لحظات زي مننا محمد توفيق كلمنا عن بعض التفاصيل الخاصة باستعادة عدد من اللاعبة يمكن لو اسمي كيسوني كان موجود في مباراة اللاجونة على الدكة لكن طبعا بقى نتمنى ان شاء الله الفترة جاء نشوفه في التشكيل الأساسية في ظل أن فيه لعيب على الأطراف مش هتبقى موجودة حتى نهاية الموسم أبرزهم بالتأكيد حسين الشحات بغياب كمان محمد شريف ما فيش غير صلاح محصن وحسام حسن فيه تصعيد لأحمد سيد غريب رأس الحربة من قطاع الناشئين فبالتالي ممكن سوارشية غير الشكل شوية في الفترة اللاجئة لكن طريقة اللاعب كلنا نشوفنا فيه تعديل حصل في المباراة الأخيرة باللعب 3-4-3 بدل 4-2-3-1 حساب الجول عمل فكرة صراع اللقب تعرف على مباريات الأهل حتى نهاية الدوري وكنت استعرضتي ده في بداية الحلقة وقلت ترتيب المباريات المقصة بكرة المقولين 30-7 فرق 3-8 الاتحاد السكندري 7-8 المصري 10-8 الإسماعيلي 14-8 وده مباراة مؤجلة وغالبا ممكن كمان تكون فيه مباراة لكأس مصر في دور الـ 16 تتلاقي في التوقيت ده لأنه قلت الفترة من 10 إلى 20-8 كان فيه توقف لأنه فيه مباراة تمهيدية للفرق المصري اللي هتلعب في البطول الإفريقية لكن مباراة التمهيدية اتأجلت لشهر 9 استر نيقامبني 28 انبي 23-8 الجيش 26-8 والختم مع السيراميكا يعني أحد أيام 29 أو 30-8 نرى لحساب الوطن سبورت وبيتكلموا على أن الأهل يفاضل بين ثلاثة لعبين لتدعيم خط الوسط بينهم نجم جزائري هنا الكلام بقى بيتكلم على المريكاتو الصيفي اللي هيبقى الاستعداد للموسم الجديد اللي هينطلق فيه شهر 9 و 10 الجاي الوطن سبورت حسب طبيعة الخبر اللي مكتوب قدامي أنهما من خلال بعض المصادر أن الأهل يحدث ثلاث لعبين للتعاقد مع أحدهم لتدعيم وسط الفريق في مقدمتهم أحمد كندوسي لعب فريق وفاق السيف الجزائري وأنا لغاية اللحظة دي بصراحة مش شايف أي مؤشرات لهذا لهذا الخبر أو هذه المعلومة كنا نعرفين الكاتب حسان البدري تولى مسؤوليته وفاق السيف وفي بداية تصريحاته قال فيه تمسك بكل اللاعبين وفاق السيف بيبني فريق عشان دوري أبطال إفريقيا السنة التالية أن السنة دي وفاق السيف مش هلع في دوري أبطال إفريقيا أيضا من ضمن اللاعبين التي قالوا عمر السيسي لعب فريق طلع الجيش ومحمد ريدا بوبو لعب فيوتشر اللي للأسف مش هيكون موجود في المباراة القادمة أمام الزمالك برضو من الأسامل اللاعبة المميزة في فرقة فيوتشر لكن الصفقات بالملف ده كله لسه مفيش فيه قرار رسمي دكتور سعد رشالبي كان أعلى أنه كان فيه اكتماع تم بين الكابتن محمود الخطيب مع ريكاردو سواريش وعرض عليه الملفات اللي تم منقشته في الفترات الأخيرة وإيه الخطوات اللي خادها الآلي وسواريش هيدرس كمان هيشوف الموقف بالنسبة لضم اللاعبة لكن كمان ده مع توقيت ضغط المطشاط هيبقى الأمر صعب شوية فأعتقد بنسبة كبيرة مش هيكون في حسم الملفات دي إلا خلال الأيام القادمة مع اقتراب نهاية الدوري العام لكن كلها توقعات وأخبار واجتهادات لبعض الزملاء في المواقع الرياضية حساب يلا كورة ونقل تصريح مهم جدا للكابتن منذر القبير المدير الفني السابق للمنتخب التونسي يلا كورة اهتمت بالتصريحات ونقلت هذه التصريحات وقالت أنه تكلم منذر القبير على علي معلول وقال على معلول أنه مدافع عصري أفضل ما أنجبت الكورة التونسية كما أن إفريقيا لم تأتي بمدافع مثله هداف ويقدم تمريرات حاسمة في نفس الوقت وأعتقد أنه سجل أهدافا أكثر من مهاجم الأهل في الفترات الأخيرة علي معلول اللعيب مميز جدا وكلنا عارفين إمكانياته وقدراته ولو البعض حاول كده في فترة معينة يهز الثقة اللي ما بين الجمهور مع علي معلول أعتقد يعني ما حدش قدر يهز الثقة دي حتى لو علي في فترة من الفترات المستوى ما كانش بالمستوى المأمول إحنا عارفينه ده متوقع جدا وبيحصل مع أي لعب في العالم لكن في اعتراف إن إمكانيات علي معلول كبيرة جدا علي معلول أحرق زي أهداف ما تقررتش أعتقد في أي محترف في الدورة المصري خلال السنوات الأخيرة رغم أن علي معلول مش بلعبها لأ 10 سنين في الأهل علي معلول جاي في شهر يوليو 2016 زي اليومين دول بالزبط من حوالي 6 سنين وفي الست سنين دول خادت 2 دورة أبطال إفريقيا لها مع الأهل 5-6 نهايات خادت 2 سوبر 2 برونز كاسعالم أربعة دوري يعني ألقاب وأرقام مميزة جدا ويكفي إن الأهل بيلعب فيه كابتن منتخب تونس علي معلول آخر حاجة في تريند الأهلي وحساب العين الرياضية وبوابة عين على تويتر نشرت الأهلي أم الزمالك ما هي الأندية الأكثر شعبية في الدوري المصري عينك على العالم خذوا بالكم الكلام ده على بوابة العين مش بوابة موقع رياضي في مصر أو بوابة رياضية مصرية لا العين الإماراتية أهلت بقيارة الأهلي والزمالك الأندية المصرية الأكثر شعبية على السوشيال ميديا الأهلي 40 مليون 315 ألف الزمالك 14 مليون 520 ألف بيراميدز 3 مليون 900 ألف ويه المصري 1.538 ألف والإسماعيلي 1.170 ألف تم حساب عدد المتابعين بالتقريب على مواقع الفيسبوك وتويتر وإنستجرام وتيك توك فبالتأكيد شايفين الفارق الشاسع ما بين المتابعة والمشاهدة الخاصة بالسوشيال ميديا سواء للأهلي أو باقي المنافسين وحتى باقي المنافسين لو في أرقام برضو بالمليون واثنين وثلاثة جزء منها جماهير أهلي بتبقى عايزة تعرف أخبار الفرق المنافسة طيب ده بالنسبة للسوشيال ميديا لكن تدريب الأهلي وضمكوا على الشاشة ده جزء من مران الأهلي وحاليا على هوايا مباشرة للعيب النادي الأهلي قبل مباراة الغد زي ما أنتوا شايفين علي يوديانج محمود وحيد بيرستاو علي معلول حسام حسن وليد سليمان أفشا محمود وحيد متولي كل اللعيبة أكرم طوفيق يا رب نتطمن عليه وأيضا كمان محمد محمود نتابع مع بعض جزء من المران قدامك هو على الشاشة وزي ما أنتوا شايفين يعني إن شاء الله بإذن الله يكون الأهلي جاهز وحاضر في مباراة بكرة محمد هاني إن شاء الله يكون موجود أكرم طوفيق أحمد عبدالقادر طبعا في لعيبة مش شايفينها لأنه خلاص الموسب بالنسبة لها انتهى عمر السلية وكمان محمد شريف شايفين له اسمك سوني إن شاء الله يكون موجود في مباراة بكرة كمان ويتم الدفع به أحمد عبدالقادر يرجع للمستوى اللي كنا شفناه قبل كده به محمد محمود أعتقد كمان يعني كان الإجهاد العضلي بعد مباراة الزمالك وغاب المباراة الأخيرة ممكن يكون إن شاء الله بإذن الله في القايمة بكرة هيا في النهاية وجهات نظر بالتأكيد لريكارد سوارش شايفين كمان حسام حسن ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم اللي حق مع الآله في آخر سنتين ثلاثة أرقام كياسية مفيش مدافع في مصر في الفرق المنافسة قدر يحقق الأرقام ديت سيا رامي ربيعة ياسر إبراهيم رامي ربيعة برضو فترة من الفترات يمكن أخطأ في لقاء سموحة لكن قدر يرجع بسرعة ويتواجد في التشكيل الأساسية ويكون عنصر مهم جدا في الفوز في المباراة الأخيرة شايفين تدريب الحراس محمد الشناوي علي لطفي مصطفى شبير حمزة علاء شايفين كمان قدامنا هو عدد من اللعيبة اللي موجودين في قطاع ناشئين تم تصاعدهم كمان يمكن زيادة طارئة هو كمان موجود شايفين حمد فتحي إن شاء الله بإذن الله يكون فيه أكتر من لعب في الفترة الجاية على أهبة الاستعداد لبير ستاو كمان مهم جدا بير ستاو يرجع في الفترة الجاية مهم جدا بير ستاو يكون موجود في الفترة الجاية لنداخل في مراحل حاسمة ومع إصابة طاهر وحسين قدامنا كمان لويس ميكسوني قلت ميكسوني كان موجود المطش اللي فات على الدكة لكن إن شاء الله الفترة الجاية يكون موجود كمان في التشكيل الأساسية لي يعني تدعيم خط الهجوم بعد الغيابات العديدة بسبب الإصابات الأخيرة أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونكمل بقى في قرارات برنامج التريند ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضراتكم من جديد والجزء الأخير من برنامج التريند هروح لتريند المحلي اللي عندي يعني تصريح مهم جدا للكابتن عصام عبد الفتاح نقلته بالتأكيد كورا إليفن على حسابها الرسمي وكابتن عصام النهاردة صرح وقال من الصعب أن أمشي من لجنة الحكام دلوقتي لغاية لما تستقر الأمور ما عنديش أي مشكلة في وجود الخبير الأجنبي على الإطلاق ممكن يكون الراجل هيعمل حاجات ناس تانية ما عملتهاش إيه المشكلة؟ بس كان ممكن يتاخد رأي بعض الناس أصحاب الخبرات مش أعلق لا تعليق يعني والله لا تعليق أروح للمشاركات والسؤال التي راحناه في بداية الحالة توقعاتكم للتشكيل يا لعبيل أهل النهاردة ومباراة المقصة أستاذ عبدالوهاب بيقول محمد الشناوي كريم فؤاد ربيعة ياسر أيمن أشرف ديانج ومحمد محمود إن شاء الله في حال عودته عبدالقادر أفشا وليد سليمان وحسام حسن رأي تاني معايا الأستاذ علي بيقول محمد الشناوي كريم فؤاد محمد عبد الملعم ياسر إبراهيم أيمن أشرف رامي ربيعة أليو ديانج بيرستاو أفشا أحمد عبدالقادر وحسام حسن رأي كمان معايا في التشكيل المتوقع أستاذ أبو مراد بيقول الشناوي علي معلول ياسر ربيعة هاني سليا ديانج حمدي حسام حسن أفشا عبدالقادر نروح كمان لقراء الناس وفي استقرار على شكل التشكيل أستاذ محمد دامجدي الشناوي أيمن رامي ياسر معلول حمدي ديانج كريم فؤاد عبدالقادر حسام حسن بيرستاو لو جاهز إن شاء الله يبقى جاهز كنا نعرفين كمان نسولية خلاص خرج بره التشكيل وبره المسم بسبب الإصابة أستاذ أحمد بيقول المهم طريقة اللعب مش التشكيل أي 11 يلعبه الأهل طوال تاريخه في أوقات تغيير المدرب أو استراتيجية اللعب وفي بوط المستوى عودنا إن ياخد الثلاث نقاط وده الأهم في الفترة دي إننا نكسب بعيد عن أي أداة وأي تشكيل وده يتحقق بطريقة اللعب وتوفير المجهود البدني والزهني والمكسب بأقل فرص آخر رأي معي أستاذ أحمد حمدي بيقول شبير أيمن ياس الربيعة معلول ديانج متولي كريم فؤاد عبدالقادر تاو وحسام حسن دي كانت تعينة كده من أراء المشاركين معنا وأراء الجمهور اللي يمتابع معنا برنامج التريند على التشكيل المتوقع اللي هيلعب به الأهل غدا المباراة المقصة أي 11 كلنا الثقة في اللعيبة في الجهاز الفني لكن دور الجمهور التشجيع والمسندة والمؤذرة من أول ثانية لغاية صافرة الحكم في نهاية المباراة في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله غدا نلتقي في حلقة جديدة من برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء